المشكلة التانية ان مرض صمامات القلب عادة في مصر بيصيب الشباب الصغيرين اللي هما في سن العمل وبالتالي احنا عايزين نعرف ليه الصمامات دي ببوز ولو بازت بيبقى ايه الحل طيب عشان نبدأ نفهم ايه هي الصمامات لازم نتكلم عن القلب في حاجة برضو لاحزناها ان في ناس كتير مش قادرة تعرف الفرق بين الصمام والشرايين وده هنتكلم عليه النهاردة يعني ايه صمام في القلب ويعني ايه شرايين القلب نبدأ الاول عشان نفهم نقول ايه هو القلب القلب ده عبارة عن مطور او مضخة هو عامل زي مطور مياه اسهل تشبيه ليه ان احنا لو شبهنا جسم الانسان بعمارة كبيرة فالقلب تدره فيها ان هو المطور اللي بيرفع المياه عشان يغزي العمارة دي كلها والمياه هنا هتبقى هي الدم طيب هل هو بيزق مياه بس؟ لا الدم طبعا فيه المياه وفيه الغزاء وفيه الطاقة اللي بتدور الجسم كله وفيه الاجسام المناعية اللي بتخلي الجسم يحارب العدوى وهو اللي بيدور الجسم كله طيب المطور ده بيشتغل ازاي؟ المطور ده زي اي مطور في الدنيا ليه قوة انقباض وانبساط وليه خراطين بنزين بتيجي تدي له البنزين عشان يدور اللي هي بنسميها الشرعين التاجية وفيه جوه منه حاجة بنسميها فالف او باللغة العمية المصرية الدرجة بنسميها سيكس بلف سيكس بلف ده دوره ايه؟ دوره ان المياه اللي تخش المطور ده ما ترجعش تاني يعني لو احنا عندنا المطور بياخد من مصورة المياه العمومية وبعدين يرفع للعمارة لحد الدور العاشر فوق فالصمامات دي دورها ان المياه اللي دخلت للمطور ما ترجعش تاني تحت تتحرك في اتجاه واحد اللي هو اتجاه الاعضاء بتاعت الجسم انها تاخد الدم وفيه في المطور دوت ضيفيرة كهرباء بتنظم معدل عمل المطور بحيث ان المطور ده بيشتغل بمعدل سابت حوالي من ستين لتسعين مرة في الدقيقة بيلف من ستين لتسعين دفة في الدقيقة علشان يوصل الدم الكافي لاجهزة الجسم المختلفة طيب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي ممكن يبوز فيه؟ في الحقيقة اي حاجة في المطور ده ممكن تبوز يعني ممكن مثلا خراطيم البنزين اللي دخلها دي دي او تتسد ونسمي المرض ده ايه؟ نسميه قصور الشرايين التجاية ممكن الصمامات دي تبوز اي صمام في الدنيا عشان يبوز فيه حاجة من اتنين هتحصل يا اما انه يديء يعني يفضل بيعدي الدم في الاتجاه الصح ولكن بدل ما كان قطره كبير بقى حجمه صغير خالص فبقى مخنوق بقى الدم اللي معدي مش عارف يعدي بكمية كافية وبالتالي الدم اللي المطور ده المفروض يديها المية هتعاني من نقص المية بدل ما كان المصورة اللي شغال فيها مصورة تخن كده تخن بوصة بقى بيعدي من مصورة صغرنة خالص قد القلم اللي احنا مسكين فالنقص الكبير ما بين المفروض ان القطر الصمام العادي بيبقى تقريبا قد منعام الصابع كده في حالات الديء بيتحول انه يبقى قد كده فده أولايل جدا حجم القطر القلم الجف العادي ده أولايل جدا انه هو يوصل دم للجسم ايه اللي بيحصل هتتكلم عليه بعد كده بس زي ما احنا فاهمين انه اكيد الادوار دي هتتحرم المية وهيبقى عندها نقص في الطاقة وعندها نقص في المناعة ومش قادة تعمل مجهود وكل الكلام ده طيب الكهرباء اللي بتدور المطور اللي بتديله بتخليه لف كزا لفة بتتحكم في عدد اللفات وقوة كل لفة قد ايه ومدتها قد ايه ما يسمى بالضفيرة الكهربية للقلب الضفيرة دي بيحصل فيها لخبطة A ايه اللي بيحصل فيها حاجة من اتنين يا الضفيرة دي ما توصلش بيسموه اللي هو قطع الضفيرة او بيبدأ يحصل توصيل غير طبيعي للقهرباء او الرفرفة ما يسمى بالرفرفة القزينية والانواع المختلفة من اضطراب ضربات القلب طيب موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم عليه ايه احنا هنتكلم بس عن الجزء بتاع الصمامات اشتركوا في القناة